قبل البداية ما تنساش الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة باش توصلك آخر الأخبار إليكم مشاهدين أهم عنوين أخبار اليوم الرقراغي يفاجئ شادرياض بهذه الخطوة بعد تألقه الكبير أمام ريال مدريد قلت السرى يفاجئ الجميع ويقرر بيع عقد حكيم زياش لأندية السعودية أربعة أوراق يراين عليها الرقراغي في كأس أمم أفريقيا 2023 والآن إلى التفاصيل ولكن من قبل ما تنساش الدير جيميل فيديو وتتارك في القناة وتفعل زر الجرس باش تكون أول واحد كتوصل بجديد الأخبار الرقراغي يفاجئ شادرياض بهذه الخطوة بعد تألقه الكبير أمام ريال مدريد حصد المدافع المغربي شادرياض إعجاب الجماهير والمحلل بأدائه المميز في مباراة فريقه ريال بيتيس أمام ريال مدريد في الدورة الإسبانية وقد شغل رياض مركز مدافع وسط بجانب الأرجنتين بيزيلا وتألق بشكل لافت حيث لمس الكرة خمسين مرة وبلغت ضيقة تمراراته السبعة وتمانين بالمئة كما ربح جميعا نزالة التنائية سواء الأرضية أو الهوائية ونال تقييما جيدا بلغ سبع فصل اثنين حسب موقع السوفا سكور نال من خلاله إعجاب الجماهير وبهذا الأداء الكبير الذي قدمه شاد رياض ضد عملاق الكرة الأوروبية ريال مدريد ذكر موقع العربي الجديد أن مدرب المنتخب الوطني وليد راقراكي من المتوقع أن ينادي على اللاعب في قائمته لكأس أمم إفريقيا المقبلة بالكوتفور قلت الصراي يفجئ الجميع ويقرر بيع عقد الزياش لأندية السعودية يستهدف فريق قلت الصراي التركي تفعيل خيار شراء عقد الدولي المغربي حكيم زياش من شيلس الإنجليزية بعدما اقتنع بمهارته التقنية والبدنية وأكدت صحيفة ميلت التركي أن قلت الصراي يضع خططا مختلفة لبقاء زياش الذي يلعب معه على سبيل الإعارة مع خيار الشراء المجاني من النادي اللندونية وضف ذات المصدر نقلة صراي يهدف إلى تفعيل خيار شراء الزياش ومن تنبيع اللاعب مقابل مبلغ مالي ضخم خصوصا بعد أداء اللاعب المميز في دور أطال أوروبا ودور السوبر التركي ما جذب إليها أنظار أندية الدوري السعودي لكرة القدم وأوضحت ذات الصحيفة التركية أن وكيل أعمال اللاعب المغربي يجري محادثات مع الأندية السعودية بعد تلقيه عدة عروض مغرية من فرق كبيرة في المسابقة التي تشهد حاليا حضور كوكبة من نجوم الساحرة المستدرة أربعة أوراق يراهن عليها ريجراجي في كأس أمم أفريقيا 2023 يستعد المنتخب المغربي الأول للنسخة القادمة من نهائية كأس أمم أفريقيا التي تحتضنها الكودفور خلال الفتر ما بين 13 يناير وال11 فبراير من عام 2024 تراهن الجماهير المغربية على هذا الجيل لتحقيق اللقب الثاني بعد الأول الذي فز به أصود الأطلس عام 1976 ومع بداية العد التنازلي لانطلاق المسابقة تترقب الجماهير المغربية بشكل كبير القائمة التي سيعتمد عليها وليد ريجراجي في هذه النسخة من كأس أمم أفريقيا التي يدخلها المغرب بوصله مرشحا برزا للتتوجب اللقب بعد الإنجاز التاريخي الأخير ببلوغ نصف نهائي كأس العالم قطر 2022 وهو ما يضاعف المسؤول على رفاق القائد رومان غانم سيس الذي قد تكون نسخة الكودفور الأخيرة له مع منتخب المغرب ويرهن ريجراجي على أربعة أسماء لم تشارك في الإنجاز الأخير بمونديا القطر لأسباب مختلفة لكنها فرضت نفسها بقوة مع أنضيتها في المبارية الماضية لتحظى بثقة مدرب المنتخب المغربية الذي من المنتظر أن يتمد عليها في كأس أمم أفريقيا بالكودفور مطلع العام القادم اللاعب الأول هو أمين عدلي الناجم الباندس ليغا حيث أكد مصدر مقرب من منتخب المغرب في تصرح لموقع وينوين أن أمين عدلي مهاجم باير لفيركوزن الألماني سيكون الورقة الرابحة الأهم بتشكلة ريجراجي في كأس أمم أفريقيا بعد أن قدم اللاعب أورق اعتماده بقوة مع نديها في بداية الموسم الكرة والحالية ما لفت انتبه مدرب المنتخب المغربي الذي لم يتردد في توجه الدعوة لللاعب من أجل الدفاع عن قمس أصود الأطلس أمين عدلي صاحب الثلاثة والعشرين عاما اختار تمثيل المنتخب المغربي على حساب فرنسا بحكم حمله الجنسيتين معا كما فرض نفسه نجما قادما في سماء الكرة المغربية في المبارية الأربعة التي شارك فيها مع الأصود بفضل الأداء الذي ظهر به اتسجل هدفا وصنع أخر وكان مصدر خطورة كبيرة على دفاعات الخصوم إضافة إلى تألقه اللافت بقمس باير ليفر كوزن وكلها عوامل تجعل منه ورقة رابحة منتظرة مع المنتخب المغربي في الكان اللاعب الثاني هو أمين حارت فبعد أن حرمتوا الإصابة الخطيرة التي تعرض لها العام الماضي من المشاركة مع المنتخب المغربي في موندي القطر 2022 استعاد النجم المغربي أمين حارت موسوس وسط ميدان أولمبيك مارسيلي الفرنسي قواه بسرعة وعاد لينتر سحره في الملعب الفرنسية ليضمن عودة سريعة إلى عرين أصود الأطلس كما أن رقراكي يعتمد عليه بشكل أساسي في جولي المباريات بحكم القيمة الفنية والمهارية الكبيرة التي يتمتع بها والإضافة التي يقدمها لزملائها حارت سيكون بنسبة كبيرة ضمن القائمة النهائية التي سيضع فيها الرقراكي تقته للدفاع عن الألوان المغربية في كأس أفريقيا القادمة كيف لا وهو الذي يوجه لنجم مارسيلي الدعوة في جميع المباريات الأخيرة إضافة إلى أن تألق اللاعب مع ممثل الجنوب الفرنسي يجعل منه ورقة رابحة يراهن عليها ربان أصود الأطلس في كهنال كوديفور كما سيراهن الرقراكي على كل من الكعب والتسودالي حيث تواهج أيوب الكعب من جديد من بوابة فريق أولمبياكوس اليوناني ليفرد نفسه واحدا من أبرز المهاجمين في بلد الأغريق خلال الموسم الكروة الحالية حيث سجل 14 هدفا في جميع المصابقات حتى الآن منها 7 في الدور إضافة إلى المساوى الكبيرة الذي ظهر به في المباريات الأخيرة مع المنتخب المغربي ليقطع الشك باليقين حول موهبة التهديفية الكبيرة الكعب باتت حضوضه كبيرة جدا للمشاركة في كأس أمم إفريقيا القادمة مع منتخب المغرب ومن المنتظر أن يعتمد عليه الرقراكي في الهجوم إلى جانب يوسف انصاري مهاجم إشبيليا الإسباني حيث سجل الكعب 20 هدفا في 36 مباراة خاضها بقمس منتخب بلادها ويعتبر من أبرز الأسماء التي غابت عن النسخة الماضية من كأس العالم كما نجح طريقة سدالي في العودة من الباب الكبير بعد أن حرمت الإصابة من المشاركة في مونديا القطر إذا عاد لممارسة هوايته المفضلة بهذه شباك الخصوم بقمس فريق هجانات البلجيكية حيث سجل هدفين في المباراة الأخيرة أمام جانك ليضيف اسمه إلى الأوراق الرابحة التي يرهن عليها الرقراكي بعد وصوله إلى هدفه السادس هذا الموسم في الدوري علما أنه غاب عن مجموعة من المباريات قبل البداية ما تنساش الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة باش توصلك آخر الأخبار إليكم مشاهدين أهم عنوين أخبار اليوم الرقراكي يفاجئ شادي رياض بهذه الخطوة بعد تألقه الكبير أمام ريال مدريد قلت السراي يفاجئ الجميع ويقرر بيع عقد حكيم زياش لأندية السعودية أربعة أوراق يرهن عليها رقراكي في كأس أمم أفريقيا 2023 والآن إلى التفاصيل ولكن من قبل ما تنساش الدير جيميل الفيديو وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس باش تكون أول واحد كتوصل بجديد الأخبار ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر